منصب رئيس مجلس النواب الامريكي في خطر بعد اعلان النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماد جيتس عن نيته المضي قدما في محاولة عزل كيفين مكارثي خلال هذا الاسبوع بعد ان قام الاخير باجازة قانون في اللحظات الاخيرة يضمن تمويل الحكومة الامريكية وهو ما يرفضه عشرات النواب من الحزب الجمهوري مطالبين بضرورة خفض الانفاق والانتهاء من عجز الميزانية الامريكية سيحصل كيفين مكارثي على ما يتمناه لا يوجد عاقل ومسؤول سيسمح لامريكا ان تستمر في الابقاء على ديون تصل قيمتها الى 33 تريليون دولار وعجل سنوي يزيد عن تريليوني دولار دون ادخال تخفضات جدي على الانفاق واذا بقي مكارثي رئيسا لمجلس النواب الاسبوع المقبل سيكون ذلك لان الديمقراطيين انقذوه في المقابل رد مكارثي سريعا على التهديد الذي لوح به النائب الجمهوري قائلا انه لا جديد في هذه المحاولات التي سعى لها جيتس منذ اليوم الاول لوصوله الى منصبه سابقى في منصبي وهذا الامر اصبح نزاعا شخصيا بالنسبة لغيتس فهو مهتم بالحصول على مقابلات تلفزيونية ليس الا وكان يريد دفع الحكومة الى الاغلاق واذا كان غاضبا لانني لم اسمح باغلاق الحكومة فاني اقول له اهلا بالنزاع هذا ومن المرتقب ان ينظر مجلس النواب الامريكي في الايام المقبلة في تمويل اضافي لدعم اوكرانيا في الحرب ضد روسيا وهو الامر الذي سيزيد من حدة الخلاف بين الجمهوريين انفسهم المنقسمين بشأن هذا الملف تمويل الحكومة الامريكية لخمسة واربعين يوما مقبلة اغضب تيارا في الحزب الجمهوري لدرجة وضع منصب رئيس مجلس النواب على المحك في ظل حديث عن احتمال تعاون الديمقراطيين معه للابقاء على مسؤولياته وفقا لمراقبين مجد يازجي سكاينيوز عربية واشنطن